اشتركوا في القناة منزلة الهقعة وهي سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع كمثل الاستخراج السموم وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي عمل جديد رح يمكث طبعا القمر في هاي المنزل لغاية الساعة أربعة وتسعة عشر دقيقة عصرا يعني بتوقيت جرينيتش بتوقيت الأردن الساعة ستة وتسعة عشر دقيقة مساء لا ينتقل بعد هالقمر لمنزلة الهنعة وهي تصلح للمحبة والخير والقبول طبعا القمر زي ما حكينا في برج الثور وبدو ينتقل للجوزة وإحنا الآن في فترة خلوه المسار خلوه المسار هذا بدأ ساعة تسعة وسبعة وعشرين دقيقة مساء ورح يستمر زي ما حكينا لغاية الصباح اليوم يعني لا الصباح ساعة سبعة واثنين واربعين دقيقة صباحا فترة خلوه المسار يبتعني أنه هاي الفترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار بما أنه من الآن لغاية ساعات الصباح لقمر موجود في برج الثور فنشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وكلما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ماء وقضى وقت ممتع في البيت بمشاهدة الفاز مثلا الساعة سبعة واثنين واربعين دقيقة صباحا القمر بصير في برج الجوزاء يعني في توقيت الأردن ساعة تسعة واثنين واربعين دقيقة صباحا طبعا القمر لما بنتقل الجوزاء في هاي الفترة يعني فترة وجوده في الجوزاء بننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها ووسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية فعندنا أول زاوية من الزوايا هي زاوية سلبية وهي زاوية تربيع بطيئة رح تكون ما بين المريخ وما بين المشتري والمريخ حاكينا هذا كوكب النار وهو كوكب العنف والأي شيء له ارتباط بالعنف والنار والمريخ والمشتري له علاقة بالمال وبما أنها زاوية تربيع معناته الأمر رح يكون له علاقة بالاقتصاد والاستغلال وهي زاوية رح تكون دروتها في تمام الساعة 7 و48 دقيقة صباحا يعني تعرفها أنه في هاي الفترة بيحقق البعض تقدما على حساب الآخرين يعني الناس اللي بتتسلق عكتاف الناس أو عكتاف الأشخاص هم اللي رح يستفيدوا بالفترة الأشخاص الضعفاء أو الطيبين هم اللي رح يكونوا مستغلين بالفترة من بعض الأشخاص اللي ممكن يستغلوهم ويطلعوا على كتافهم بالنسبة للوضع الدولي بتتعرض المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية لبعض الاضطرابات بسبب سوء التدبير أو بسبب تخصيص الدولة الميزانية أكبر لشؤون العسكرية وهاي فترة غير مناسبة لعقد العلاقات التجارية والدبلوماسية اللي غالبا ما بتتعرض لا عراقيل وما بيتم التوصل لا اتفاق وفي هاي الفترة ممكن يعلو شأن أحد الدعاء أو رجال الدين أو المعارضين ويلقى تأييد شعب كبير بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر وبين الشمس وهي راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وستة وعشرين دقيقة عصرا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الأصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون في تمام الساعة أربعة وثمنتعشر دقيقة مساء بتساعدنا على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها برضو هي زاوية من الزوايا البطيئة ولكن هاي المرة إيجابية هي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين الزهرة وبين نبتون بين كوكب الجمال وبين كوكب الأحلام والجمال برضو فهنا معناته العنصر له علاقة بالحب والجمال والتجميل وكل الأمور الإيجابية اللي بتتعلق في هاي الأمور وهي الزاوية راح يكون ذروتها الساعة سبعة وثمانية واربعين دقيقة مساء تضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول والتجذب الآخرين إلا واللي بدهم يعملوا عمليات تجميل أو اهتمامات تجميلية إيش ما كانت الفترة هاي ممتازة جدا طبعا بما أنه القمر موجود في الجوزاء فأخلوا المسار القادم راح يكون يوم الاثنين خمسة وعشرين واحد راح يبدأ في تمام الساعة سبعة وسبعتاشر دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة ستة وواحد وخمسين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج السرطان بالنسبة لعمر القمر القمر المحدب عشر أيام في تمام الساعة عشر وستة وثلاثين دقيقة صباحا بيصبح احد عشر يوم نسبة الإضاءة بتصير خمسة وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتاش اثنين منتحسه بنسبة عشر في المية القمر زي ما حكي أنا في الثور وبدو ينتقل للجوزاء ورح يفضل في الجوزاء لغاية يوم خمسة وعشرين واحد سعيد بنسبة سبعين في المية عطارد في الدلو حتى يوم ثلاثين واحد سعيد بنسبة خمستاش في المية الزهرة في الجدي حتى يوم واحد اثمين سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الثور حتى يوم 4-3 منتحس بنسبة 75% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم بيحمل معها فرصة مالية قد تكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتعالج استحقاق مالي وزيادة المصاريف وصرف الأموال أما في ساعات الصباح بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وهذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم هي أنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص خصوصا للأشخاص اللي بتعاملوا معك اتفهم الآخرين وابقى هادئ وما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسويه بل حاول أنك تكرر المحاولة السابقة وما تستسلم وحاذر من السرعة وسوء التفاهم برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح يعني بيصبح يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم يبتنشغل باتصالات وزيارات ويبتهتم للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم شيء أنك تتشجع ممكن اليوم تعالج مسائل إدارية وتمولية تطلب توقيع أو متابعة لدى المراجع المعنية برج الجوزاء يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم وهذا الأمر رح يظل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح ثم يعني بتصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي القمر هنا يعني بيجعل الفترة هاي مميزة واستثنائية بيدعوك الجولة بذل جهد من أجل إشاعة السلام وبلوغ التفاهم يعتبر يعني يوم من الأيام الجميلة أهم إشي أنك أنت تأخذ المبادرة وتحاول أنك تكون شجع برج السرطان تسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم بفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته ولكن من ساعات صباح هذا اليوم بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم لكن حاولوا أن يكون دون إهمال صحتكم لا تراهن على الحضوظ لأنه ممكن هاي الفترة تعاني من ركود ومراوحة المكان ما تجازف بصحتك ولا بعلاقاتك الأفكار مشوشة والظروف مخيبة للأمل برج الأسد يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليك بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم بفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته بترافقك رياح مؤاتية رغم الضغوطات كرروا المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو ممأ أو مؤسسة وبتطلقها مع طموحاتك برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في السفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مجترك بيجمعكم بأحبائكم ولكن مع صباح هذا اليوم بيصبح الوقت مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه بوسعكم وثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون في بعض القلق حول أحد أفراد العائلة ممكن تواجه مسؤولية أو عب مهني أهمش أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام بيكون صعب برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب إلكم بتكون بحاجة للرعاية في ساعة الصباح بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رابطكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بتكون بشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور هذه فترة إيجابية جدا بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب معك ممكن الفترة هيكون فيها أمر بتعلق في صفر برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتتغير الأوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك أو تأخذ المبادرة بالاتجاه المذكور أهم مش أنك تقدم التنازلات وتتراجع عن خطوة وقرارات سببت لك نوع من أنواع الإزعاج أو العداوة برج القوس رغم تراكم العمل أنتم قادرون على إنجاز حصة الأسد منه نضموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح يعني بيصبح اليوم مناسب للقيام بعمل بيطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم حاذر الإنفعالات بيصعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة أنت بغناء عنها الجو متوتر ممكن تظهر مشكلة طارئة كون صبور ما تذمر الفترة خالية من الحظ برج الجدي ابترغبوا في التقرب من أحبائكم تعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح ورغم تراكم العمل أنتوا قادرين على إنجاز حصة الأسد منه نضموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة وما تلتهي بالقشور والأمور الثانوية اعتمد على جهودك وطاقدك لحصد النجاحات والأرباح راقب وضعك الصحي لأن الفترة هاي برضو ممكن يكون فيها بعض القلق على الوضع المهني برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية يعني هاي بتظلها الأمور لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح ترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ومارسة نشاط فني بيطمعن بالك نسبيا فبتجد حليف بيدعم تصوراتك لا تستسلم بالكرر المحاولة بترغب في استكشاف مناطق جديدة وبتميل للسفر أو المشاركة في رحلات عمل الأجوار منسية وناجحة وممكن الفترة هاي تحمل مع من أنواع القلق حول أحد الأحبة برج الحوت بتنشطوه في الدراسة والسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب للخروج بنزهة قصيرة يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار من ساعات الصباح اليوم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لا تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك وما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولتثبيته قدم المساعدة لكل شخص بيحتاجها منك هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر موسيقى